أهلا وسهلا رجعلكم جيتة وثمانية وثمانة واربعين دقيقة إن شاء الله نهيركم مزيد طريقة سلامة للجميع تحق تبين أماني تعله أهلا وسهلا صباح النور صباح الفل ولياسمين حاذيمي صباح الفل للناس اللي تسمع فينا الكل على غادي وكابافيم وصباح الفل الكيب كابوتشين حاذيمي حلوما وعلولو يعطيك الصحة شكرا لك باش نمشي ونشوفه أبرز الحاجة هي تلحقيقة باش نبدأوا بالجانب الرياضي ديون تثقلكه الأندية التونسية وتهدد المشاركات الافريقية من ثم باش ننتقلوا إلى الصعيد العالمي ذهولي بوتين وثق شوية من النصر في أوكرانيا ديون تثقلكه الأندية التونسية وتهدد المشاركات الافريقية الكرة حالها حال جميع المجالات ما نظهر لها وإن شارف زد موسم 2023-2022 على النهاية وبدأت ملاي محبطة الدولة التونسي للموسم الحالي تظهر للجميع النجم الرياضي الساحلي والأقرب لحقيقة لنيل اللقب للمركز الثاني نلقع زد الافريقي وتراج الرياضي التونسي مباراة اللي بشكون فاصلة بناتهم أو الاتحاد الرياضي بين جردين والاتحاد الرياضي المونستيري ولكن في هذا الكل الديون تثقلكه الأندية التونسية نلقى النادي الافريقي مثلا تصل قيمة ديون لدى الفيفا 3 مليون دينار رونس علاوة عن 3 مليون دينار ديون محلية وديون عاجلة كذلك التراج الرياضي التونسي فهو الأخير زد يعاني من المشكل لهذا ونزلت بضمته خطايا نزاعات من الاتحاد الدولي الكرة القدم الفيفا بالإضافة إلى تكاليف تقاضي لدى المحكمة الرياضية الدولية التاسو خطايا التأخير في عديد من القضايا الصادرة في حقها أحكاية مزادة نهائية صادرة منذ بداية عام 2023 حتى صاحب لقب كأس تونس لكرة القدم الأولمبية البيجي لمنتظر أن يشارك في مسابقة كأس الكونفيدرالية الافريقية مطالب بدفع 700 ألف دينار قبل نهاية شهر جوان الجاري لضمان المشاركة الافريقية على ما أظن الديون تهدد فعلا المشاركات الافريقية بالنسبة لأنديتنا التونسية المتنفسة الوحيد والرياضة وبدوره يعاني زادة من الديون هذا بما يخص الرياضية العنوان الأبرز اللي شدني لحقيقة اليوم طبعا باقي الأخبار تنجم تلقاوها الأخبار الرياضية تنجم تلقاوها في العدد الصادر اليوم باش ماشي معاك أماني للأخبار العالمية من جديد من جديد نلقاو روسيا وأوكرانيا على الساحة نلقاو تصريحات بوتين موجودة وبقوة خلين نقولها أكيد نلقاو روسيا وأوكرانيا ونلقاو روسيا ديجا عندها مشاكل روسيا روسيا بين قويت فاكنراليات مردد في بداية الروس العنوان نلقاوه بعد تمرد أن يوم الواحد بوتين ويثق من النصر في أوكرانيا وأكد رئيس الروسي بلاديمير بوتين وروسيا ويثق من تحقيق جميع خطتها ومهامها المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وذلك بعد يوم تاريخي تمرد فيه قائد مجموعة فاكنر العسكرية وقال أنه بوتين قام بإجهاض التمرد هذا ويأتي تصريح بوتين بعد نجحه وقام بإجهاض وحاولت تمرد قادها مؤسس فاكنر يفغين بريغوجين ويفق بريغوجين على إيقاف التمرد وإعادة المقاتلين إلى قواعدهم واتخافهم للتهديئة وذلك بعد وصاد قادها الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو وتم وضع مسودة اتفاق توقف بموجب قوات فاكنر تمردها في مقابل تقديم موسكو ضمانات أمنية لهم وعليه أعلن رئيس فاكنر في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم وكتب أنه حقنا لدي مأحد قوله وبدوره عن المتحدث باسم إدارة وزارة التوارئ الروسية في مقاطعة روستوف على الدون رفع جميع التوارئ الروسية على حركات المرور على الطرق السريعة في المقاطعة هذه واضح جدا أميني على ما أظن طولة لحكاية شوية نرجع لأخبار الوطنية عاصمة الأفارقة هذا اللي قالوه أهل اسفاقص على اسفاقص قالوا الأمر لم يعد يحتمل وعلى الدولة تدخل بقوة القانون عفوا والأمن لإيقاف نزيف الأفارقة جنوب الصحراء اللي قالوه أهل اسفاقص كذلك قالوا استباحوا المدينة واكتسحوا أحياءها ونشروا أكثر من سؤال في الجلسات العامة والخاصة في اسفاقص توزع الأفارقة جنوب الصحراء في كل الأحياء تقريبا في المقاهي في المطاعم ذكور إناث أغلبهم من الشباب بعضهم فقط من الأطفال وكذلك عدد منهم هام جدا نلقاه في اسفاقص هذا اللي خلى حملة كبيرة من أهلنا في اسفاقص اللي يقولوا استوبيزي شوفوا الحل للهجرة الأفارقة جنوب الصحراء كانت معهم المسعب الموسيحة دائمي وقفة احتجاجية هي والحزب متاحة عملوا وقفة احتجاجية مساندة وهي هالي اسفاقص فيما يخص ملف الهجرة معناها المهاجرين الأفارقة لي في الجلس ما ننساوش زيدا الرئيس كان قام بزيارة وكان حتى أدلة بعدة تصريحات في هذا الخصوص هذا الموضوع ما عادش تونسي فقط ولكن العينين الأجنبية لكل اليوم ركزة على تونس بقى البحر هل بس يكون ورقة ربحة أم خاصرة بالنسبة لتونس هل بس يكون الدعم مقابل البحر كما قلت بشي أمني حسب الأوضاع السياسية تتبدل أراءهم معناهم اللول ما يلزمناش نرجعوهم ويلزم يكون لهنا مراعاة للإنسانية ويلزم كيفاش معناه نقوم بترحيلهم اليوم كي قيسس عيد كانت فهمت اتفاقية بينه بنيتاليا ربما ما نعرفوش الاتفاقية هذي أصبحت سارية تفاهمهم زينهم ما تفاهموش على شنو تفاهمو بالضبط ولنا احنا كونت خي يلزم هما يرجعون على ذكر عابير موسي من أهم التصريحات لها قالت على السلطة ترحيل المهاجرين غير النظاميين هذا اللي دعات لرئيسات الحزب الدستوري الحر عابير موسي دعات السلطة إلى فتح مفاوضات مع مفاوضية اللاجئين لترحيل المهاجرين غير النظاميين في إيطار إعادة توطين في بلدان قادرة على استقبالهم وعبرت على هذا أنه أمر لازم يكون قانوني ومتابق المعايير الدولية هذا تقريبا اللي قلته أنت أماني دعوك أبواب يوم مفتوحة لجميع التصريحات ولكن الحقيقة لازم تدخل عجل في هذا النظام بقوة القانون زيدا عودوها بقوة القانون كانت هذه أبرز مقيلة في جرائدنا البطنية شو آخر يكون ضيفنا سيد لطفي الريح يالخليكم في الاستماع لنعود